في الوقت الذي يسعى فيه البابا فرانسيس لتعزيز التدابير الخاصة بمحاكمة المتورطين في قضية التحرش الجنسي ضد أطفال في الكنيسة الكاتوليكية يخضع أساقفة هذا الخميس لمسألة من طرف خبراء لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الكنيسة متهمة بالتستري على هذه الفضيحة مجتمع المؤمنين عبر العالم يتكون من أناس ينتمون إلى مناطق مختلفة ويخضعون لقوانين البلدان التي يعيشون فيها وهل ما جرى وإذا ارتكبوا جرائم في بلدانهم عليهم الرد على سلطات وقوانين بلدانهم ضحايا عملية التحرش الجنسي المدعومين بمنظمات حقوق الإنسان يضاعفون من جهودهم للمطالبة بالمزيد من الشفافية لدى الكرسي الرسولي ويدعون المسؤولين في الكنيسة لتغيير مواقفهم اشتركوا في القناة